السلام عليكم في أول درس في la conjugaison هنتعرفو على le verb infinitif le ton وقبل من هات شي يقول له خسنا نعرفو شنو هي la conjugaison la conjugaison هي تصريف الأفعال الأفعال هم الأفعال اللي كنديروهم شي فعل كنديروه بحل أكلتو خارجتو بحل هاد الأفعال هادو كنصرفوهم كنصرفوهم بحل مثلا أنا أكلتو أنت أكلتا نحن أكلنا أنتونا أكلتونا هادا هو ما معنى la conjugaison هو أنه ناخدو الفعل وكنبقوا نصرفوه لحسب هاد الأشخاص نجي ودابا le ver شنو هو le ver بكل بساطة هو الفعل ولي كنصرفوه أو لا كنحولوه من شخص الأشخاص هاد لفغب هادا في الأصل ديالو قبل ما كنحولوه كنسميوه الانفينيتيف لفغب لفغب الانفينيتيف الانفينيتيف ستنفغب كي ني با كنجيوه يعني الفعل ما مصرفش ما محولش من بعد من اللي كنشدو هادا كالفعل وكنجيوه كنجيوه على حسب جوجد الحوائج لطن أو كيفي لأكسيون لفغب سكونجيوه يشانج دي فغم يعني الفعل كيتصرف راكيب ديالشكل ديالو على حسب آياش على حسب جوجد الحوائج سلون لطن على حسب زمان وسلون كيفي لأكسيون وعلى حسب شكون كيدير هادا كالفعل بالنسبة لطن لطن غاد نتعرفو غيه لتلتنطع الأزمين في هاد درس هادا نتعرفو على لباسي وليبريزن وليفوتير بالنسبة لباسي لباسي سكي سيباسي أفو يعني شي حاجة وقعات صافي سالات وقعات في الماضي لباسي هو الماضي لبريزن سكي سباس ان سمامو هو اللي كيوقع دابا في هاد اللحظات اللي هو الحاضر لفيتير سكي سباسخا بلوطار يعني شي حاجة اللي غادي عاد توقع هو المستقبل بالنسبة لهذا ثلاثة ديال الأزمينة كين شي كلمات كتساعدنا على أننا نتعرفو على شمين زمان في ديك الجوم بالنسبة بالنسبة لباسي كنت لقاو مثلا الكلمة أفن هي قبلة يار هي البارح أفن تيار هي البارح إليا دي جو يعني هادي يومين دازت لسمان داغنية هي السيمنة لدازت لموى داغنية شهر لداز لاني داغنية سنة الماضية إليا لنطن هادي مودة بالنسبة لباسي كين كلمات بحل مانتنون دابا أجردوي هاد نهار ان سممون فاد اللحضات بالنسبة لفيتير كنت لقاو بحل أفري من بعد دمان غدا أفري دمان بعد غدا دون زيونور من هنا الوحد الساعة لسمان بروشين سيمنة الجاية لاني بروشين هي العام الجاي وكين من هاد الكلمات كين بزاف ولكن المعنى ديالهم كيكون تقريبين نفس الشيء نجي ودابا الحاجة التانية اللي على أساسها كنبدلوها هادك الفعل هولا كنصرفوه الحاجة التانية هي كيفي لكسيون يعني شكون كيدير هادك الفعل واش آنا جو ولا تو انت ولا إيل هو ولا نو احنا ولا فو انتوما ولا إيل زعمال جمع هوما بزاف نجيو لطن تعرفنا على لطن هو الماضي لطن لطن هو الحاضر وليفتر هو المستقبل كيفي لكسيون يعني شكون كيدير هاد الحاجة والجو أنا تو انت إيل هو نو احنا فو انتوما وإيل هما يقول هم ترجمة نانسي قنقر